السلام عليكم عزائل الله بالصف التاسع نتابع اليوم مع القسم الثاني من تمارين الاكتيفتي بوك لموديول 5 بسم الله نبدأ بيش فورتي وان اكسرسيز ثري ري ارنج دور اند اد ماتش اور ميني تاسك كوستشنز علينا ان نعيد ترتيب هذه الكلمات ري ارنج اعد ترتيب الكلمات واضف اضف كلمة ماتش او ميني لنسأل الاسئلة الفرق بين ماتش وميني ماتش نستخدمها مع الشيء غير المعدود لنسأل عنه بكلمات ماتش ميني نستخدمها مع المعدود نمبر وان لدينا هاو اداة استفهم وهي ايضا كاستعانة منظر لها مكتوبة بالكابتال لتر وهي ليست اسم اذا هي في بداية الجملة هاو الذي سنسأل عنه هنا في هذه الجملة هو بوكس الكتب الكتب معدودة اذا بعد هاو ماذا نضع الكلمة غير موجودة هنا مطلوب منه ان نستخدم اما ماتش او ميني اذا هاو ميني بوكس لدينا شراء ولدينا يسر دي ودد السؤال عن الماضي اذا هاو ميني بوكس ديد ثم من هو الفاعل انت ماذا فعلت باي يسر دي هاو ميني بوكس ديد يو باي يسر دي نوبر تو برادرز اند سيسترز هاو يو دو هاو برادرز اند سيسترز معدود نستخدم معها ميني اذا نقول هاو ميني برادرز اند سيسترز دو يو هاو ثري تايمز يو براش ادي هاو يورتيث دو لدينا هاو اداة الاستفاة نضعها في البداية هاو ثم المعدود تايمز هاو ميني تايمز في اليوم كم مرة في اليوم ادي دو يو براش يورتيث فور يور كمبيوتر هاو واض هنا السؤال عن سعر الكمبيوتر وليس عن عدد اجهزة الكمبيوتر وعندما نسأل عن سعر شيء نقول هاو ماتش اذا هنا نقول هاو ماتش واض يور كمبيوتر هاو هاو ووتر شي درينك دد نسأل هنا عن الماء الماء غير معدود اذا هاو ماتش ووتر دد شي درينك كم عدد الناس الذين دعوتهم هاو بيبول معدود مفرده شخص اذا هاو ماني بيبول دي يو انفايت ثبت مستيكس يو هاو ميك دد مستيكس اخطاء معدودة كم عدد الاخطاء التي ارتكبتها زاوية المفردات اقرأ الأدلة من 1 إلى 6 وقت بالكلمات في الأحجية لقد تم إعطائك الأحرف الأولى الكلمة الأولى لدينا هنا بشكل عمودي تبدأ بحرف P ما هو الكلو أو الدليل عليها A coin that has low value in a certain country coin عملة معدنية لديها قيمة منخفضة في بلد معين ما هي العملات المعدنية التي قيمتها منخفضة؟ في بلد معينة التي درسناها في هذا الدرس هي penny penny أي البنس وهي ما يقابل الخروج عندنا 2- A person who has a lot of money but is not generous شخص لديه الكثير من المال لكنه ليس generous كريم ليس كريما من هو عكس كريم البخيل 3- A group of people مجموعة من الناس or organizations أو منظمات joined together منضمة أو مجتمعة سويا for a common purpose من أجل هدف مشترك ما هي؟ هي الاتحاد federation 4- Showing a good sense of judgment يظهر إحساس جيد بالحكم أي في حكمها على الأمور أو في تقديره للأمور هي sensible sensible منطقي أو عاقل 5- A piece of paper money قطعة من النقود الورقية قلنا العملة الورقية اسمها banknote 6- Using more money time or effort than one needs يستخدم المزيد من المال أو مال أكثر ووقت وجهد عما يحتاجه الشخص إنه الشخص المسرف أو المبذر wasteful إذن الكلمات هي بالأرقام 1- Penny 2- Miser 3- Federation Sensible Banknote wasteful هذه الكلمات ضعوها هنا بشكل عمودي ستتبقى لكم هنا أحرف مع بعض الأحرف الناقصة وتشكل كلمة هنا في number 7 وتبدأ بحرف LP وهي كلمة ذات علاقة بالتملك إذا عرفتم هذه الكلمة أكتبوها لي في التعليقات page 42 third section communication agreeing and disagreeing التوافق والاختلاف number one read the model text اقرأ هذا النص النموذج in groups في مجموعات talk about a person's skills and qualities تحدث عن مهارات الشخص وميزاته I'm very good at art أنا جايل جدا في الفنون I like drawing and designing things أنا أحب رسم وتصميم الأشياء however I'm not very sociable بالرغم من ذلك أنا لست اجتماعيا جدا sociable اجتماعي I'm shy أنا خجول so I don't find it easy to talk to people لذا لا أجد أنه من السهل التحدث للناس I'm good at working on my own أنا جايل في العمل لوحدي I'm very motivated أنا متحفز جدا and I don't need anyone else to tell me what to do وأنا لا أحتاج أي شخص آخر ليخبرني ماذا أفعل I'm hard working أنا أعمل بجد and very creative ومبدع جدا I've got good mathematical knowledge لدي معرفة رياضية جيدة رياضية أي برياضيات and I am not bad at science وأنا لست سيئا في العلوم I don't mind working outdoors لا أمانع في العمل outdoors أي في الخارج أي ليس في المكاتب داخل المباني في العمل في مواقع العمل إذن لدينا الكلمات sociable اجتماعي on my own بمفردي motivated متحفز أو مندفع creative مبدع mathematical رياضي متعلق بالرياضيات إذن هنا عليكم التحدث عن مهارات وميزات هذا الشخص هذا الجواب متركون لكم اكمل أول عمودين بنفسك اعتمادا على النص الذي قرأنا وفي العمود الثالث اكتب رأيك what's your opinion ما هو رأيك في العمود الأول عليك أن تقترح ما هو أفضل عمل لهذه الشخصية التي قرأنا عنها في النص وما هو أسوأ عمل قد يكون لها استنادا إلى طباعها أو صفاتها الشخصية كإجابة مقترحة يمكن أن نقول أن أفضل عمل best job لهذه الشخصية هو architect architect مهندس معماري why لماذا they like drawing and designing things إذن صفات هذه الشخصية الأشخاص الذين يتمتعون بهذه السمات هم يحبون الرسم وتصميم الأشياء they are very creative إنهم مبدعون جدا they are good at math and science إنهم جيدون في الرياضيات والعلوم they like working outdoors إنهم يحبون العمل في الخارج أي خارج المكاتب في مواقع العمل بالنسبة لأسوأ عمل لهم worst job أسوأ عمل هو أن يكونوا science teacher مدرسين علوم لماذا they are not very sociable إنهم ليسوا اجتماعيين كثيرا they are shy إنهم خجولين they don't find it easy to talk to people إنهم لا يجدون أنه من السهولة أن يتحدثوا للناس they like working on their own إنهم يحبون العمل بمفردهم إذن كوظيفة مدرس علوم لهذه الشخصيات ستكون وظيفة سيئة لا يملكون الميزات المطلوبة لها what is your opinion اكتب رأيك الشخصي page 43 fourth section القسم الرابع focus on writing تركيز على الكتابة punctuation علامات الترقين short sentences جمال قصيرة number one add commas أضف فواصل capital letters حروف كبيرة and full stops ونقاط to this text لهذا النص my favorite positions are also the cheapest ممتلكاتي المفضلة هي أيضا الأرخص ابتدأنا الجملة بmy إذن نبدأ الكلمة بcapital letter ثم انتهت الجملة نضع بعدها نقطة they cost very little إنها تكلف القليل جدا they بداية الجملة capital letter وانتهت الجملة نضع نقطة they are my photo albums أيضا بداية الجملة capital ونهايتها أيضا نقطة I make them myself from all notebooks that still have lots of blank pages in them أنا أصنعها بنفسي من دفاتر قديمة لا يزال فيها صفحات فارغة blank فارغة انتهت الجملة نضع نقطة تدعنا بجملة جديدة وأيضا لدينا حرف the i دائما the i سواء جاء في أول جملة أو في منتصفها دائما يكون بالcapital letter أي الضمير i الذي يعني أنا إذن I decorate the covers أزين الأغلفة and paste my favorite photos in the notebooks وألصق صوري المفضلة في الدفاتر انتهت الجملة نقطة under each photo capital letter بداية الجملة ثم فاصلة توقف للكلام تحت كل صورة ثم فاصلة ماذا يحدث تحت كل صورة لدينا i الضمير i يكتب دائما capital letter i write something about the day or people in the photo أنا أكتب شيئا عن اليوم أو الأشخاص في الصورة انتهت الجملة نقطة i أيضا capital letter وبداية الجملة i have photos of my mom my dad my brother and my friends لدينا هنا تعدادات بين التعدادات نضع دائما فواصل بين كل تعداد والآخر ثم التعداد الأخير نسبقه ب-and ولا نضع فاصلة and my friends ثم انتهت الجملة نقطة i capital letter لأنها i ولأنها بداية الجملة i love looking at the photos in my albums every now and then أحب النظر إلى الصور في ألبوماتي بين الفينة والأخرى every now and then بين الفينة والأخرى أو بين الحين والآخر they are like diaries إنها مثل المفكرات diaries مفكرات أو مذكرات انتهت الجملة نقطة بداية جملة جديدة capital letter the trouble is i've got so many albums now that المشكلة لدي الآن أنني لدي العديد من الألبومات that i haven't got much more space left on my shelves ولم يعد لديه المساحة الكافية على الرفوف shelves رفوف انتهت الجملة نقطة spelling التهجئة exercise 2 complete the words with the correct spelling أكمل الكلمات بالتهجئة الصحيحة after the war between the Ottoman Empire and Russia بعد الحرب بين الإمبراطورية العثمانية وروسيا in the 19th century في القرن التاسع عشر the Ottoman officials المسؤولون العثمانيون started using a red crescent to mark there بدأوا باستخدام هلال أحمر لتعليم there ما هي هنا as a symbol كرامز to protect من أثناء المعارك هذه الفقرة قرأناها في الدرس أين وضعوا لشارات الهلال الأحمر وضعوها على سيارات الإصعاف إذن الكلمة هنا ambulances كرامز لحماية من من الذي يكون في سيارة الإصعاف المسعفين medics during battles today the red crescent society is a huge worldwide organization اليوم منظمة الهلال الأحمر هي منظمة worldwide منتشرة عالميا huge ضخمة that has millions of members فيها الملايين من الأعضاء and الكلمة هنا غير الأعضاء في هذه المنظمة بماذا تتميز هذه المنظمات بالمتطوعين volunteers المتطوعين it is a society that plays an important role إنها منظمة تلعب دورا مهما in responding في الاستجابة الأساسية is كلمة when providing إذن قرأنا أن ميزات هذه المنظمات كمنظمة الهلال الأحمر في أوقات الحرب والتقديم المساعدة للجميع بدون استثناءات هي الحيادية when providing عند تأمين aid المساعدة إذن neutrality حيادية aid مساعدة page 44 linking words كلمات الوصل conjunctions أدوات الوصل exercise 3 complete this paragraph using the words from the box سنكمل الفقرة باستخدام الكلمات من الصندوق one of the words is used more than once إحدى الكلمات تستخدم أكثر من مرة الكلمات هي so and but although so لذلك أو لذا and و but لكن although على الرغم من last week I decided to donate some of the possessions that I no more needed to a charity organization في الأسبوع الماضي قررت donate يتبرع أن أتبرع ببعض ممتلكاتي that I no more needed لم أعد أحتاجها to a charity organization إلى منظمة جمعية خيرية فراغ I don't use most of them now أنا لا أستخدم معظمها الآن I never thought of giving them away لم أفكر أبدا في التخلي عنها إذن على الرغم من أني لا أستخدم معظمها لكني لم أفكر أبدا في التخلي أو الاستغناء عنها إذن الكلمة هنا old على الرغم One of the unwanted items that I owned إحدى الأشياء الغير مرغوبة التي كنت أملكها was my snowboard كان لوحة تزلج الخاص بي I loved it لقد أحببته when I was younger عندما كنت أصغر فراغ I thought someone else could find it more useful فراغ more fun to own نتوقع I loved it when I was younger أحببته عندما كنت أصغر لكنني اعتقدت أن شخصا آخر قد يجده أكثر نفعا وأكثر متعة أن يتملكه إذن هنا نضع but ثم and it was quite expensive لقد كان ثمينا تماما فراغ I'm sure there are lots of children who can't afford to buy a new snowboard لقد كان ثمينا وأنا متأكد أنه يوجد العديد من الأطفال الذين لا يستطيعون تحمل تكلفات شراء واحد جديد أو لو احتزلوا الجديد إذن هنا نضع and فراغ I would like to give away my old one أنا أرغب بالتخلي عن لوحي القديم للتزلج إذن هنا نضع أيضا and هذه هي الكلمة التي اتكررت أكثر من مرة هي and ثم so I would like لذا أنا أرغب إذن الكلمات هي although but and and so exercise 4 write descriptions of some of your positions that you don't need anymore اكتب وصفا لبعض من ممتلكاتك التي لا تحتاجها بعد الآن using the linking words from exercise 3 باستخدام كلمات الوصل من التمرين الثالث when did you get these things متى حصلت على هذه الأشياء why do you like them لما تحبها why don't you need them anymore لما لا تحتاجها بعد الآن هذا جواب متروك لكم page 45 what I have learned ماذا تعلمت هذه الصفحة تحوي عدة التمرينات تجمع جميع التمرينات السابقة سأتركها لكم كواجب منزلي لكي تختبروا مدى فهمكم لجميع ما درسنا في هذه الوحدة حلوها بأنفسكم إذا أردتم تستطيعون ترك الحلول في التعليقات أو في صفحات الفيسبوك سأضع لكم رابطها أسفل الفيديو وفي بداية الفيديو القادم سأعرض لكم الحلو لتتأكدوا من إجاباتكم إلى هنا أعزائي نكون قد وصلنا إلى ختام يونيت 5 من كتاب الأكتيفتي بوك ألقاكم في الفيديو القادم بإذن الله مع بداية درس جديد السلام عليكم